الصورة دي للتاريخ الصورة دي ما يعملهاش غير نادي الأهلي أبطال وبطلات طبعاً نادي الأهلي في مختلف الألعاب والرياضات اللي استمتعنا الحقيقة بحفل نادي الأهلي احتفالاً بموسم تاريخي على كل المستويات الحقيقة أرحب بضيفي ونجمنا الكبير كابتن الكبير عادل طعيمة ضيفنا النهاردة في سادسة مسأخير كابتن عادل كابتن أحمد الزاك يعني وانت بتسوف اللقطات دي كده وكمية الدروع والكؤوس والألقاب والبطلات في مختلف الألعاب والرياضيات ورياضات إحساسك كان إيه كابتن عادل بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني ما هواش غرور ولا حاجة لكن احنا متعودين على الانتصارات ديات لكن الحقيقة الاحتفال كان مهم جداً لأن أولادنا دايماً بيلعبوا الماتشات بتاعتهم بيأخذوا البطلات ما بيلحقواش وتاني يوم على طول تليش غال فما بيلحقش يعني يفرح ولا الجمهور يفرح بالإنجاز يعني فطبعاً كانت حفلة رائعة كعادة النادي الآلي كلها منظمة كلها مرتبة كلها فيها زوء فيها ابتكار فيها تواضع فيها كل حاجة جميلة تبصت لايه رئيس النادي بيكرم العمال ديك برضو من الفتاة اللي احنا كلنا وإحنا صغيرين عاشناها وشفناها أيضاً هو التأدير لقيمة العمل نفسه وقيمة الإخلاص والانتماء بصرف النظر عن دور اللي انت بتقوم به في منظومة النادي الأهلي ولكن التأدير والرسالة الحقيقية لأنه كل واحد بيقلص في مهمته أو في مجاله لازم يكون محل تأدير في النهاية وكل عمل ليه أهميته طبعاً إذا احنا شايفين العمل صغير بالعكس ممكن العمل ده يكون بيأثر على نتيجة البطولة صحيح نتيجة العمل اللي ممكن الناس تكون بتستهطر به هذا العمل إذا ما كانش بيطقن مهنته مش هتاخد بطولة لأنه هو بيوفر المجال بيوفر المناخ لللاعب والإدارة والناس كلها المناخ المزبوط علشان تاخد البطولة وإنت مرتاح طبعاً أنا طول عمري يعني كرة الخدم هي أول وآخر شيء في اهتماماتي في الرياضة بتابع وببص وبشوف حب بعض رياضات تانية زي الفولي ممكن زي الباسكت لكن ما تقدرش تقول أن أنا شغوف بمتابعة رياضات دي بشكل مستميل زي كرة الخدم وكان في وقت ملأوقات كده كنت لسه صغيرة كنت بقول هو ليه الأهلي ما يكرس كل طاقاته وكل إمكاناته في أنه يبقى رياضة كرة الخدم لو المجهود وحجم الإنفاق الكبير جداً اللي بينفق على كل الرياضات دي راح لكرة الخدم ده الأهلي يروح في حتة تانية خالص شوف هو الأهلي بيقوم بمهمة مهمة الدولة لا مش تقليل بس شا ما حد شوفهم كلام رياضات التانية بس أنا بقول لكم في فترة من الفترات كنت بقول أنه يعني أنه لو الأهلي بيدور على مصلحته بس مش مصلحة الرياضة المصرية عموماً ممكن ده كان يكون منهج عمل أو فيه أندية كتير على فكرة في العالم وأندية كبيرة جداً مش قايمة غير على نشاط كرة الخدم فقط لغير أتلاقي برسلونة وريال مدريد عنده رياضتين ما زالتورة وطايرة وباسكت ووس وخلاص النادر الآلي بيقوم بدور مهم جداً في عنده عشرين لعبة أو اتنين وعشرين لعبة كلهم ما فيش دخل أغلبهم طبعاً ما فيش ما فيش دخل الكرة بس هي لا تعمل الدخل والأعضاء وكذا إنما النادر الآلي عنده اتنين وعشرين لعبة كلهم أبطال وكلهم بيمد المنتخبات مصر كلها من خلال النادر الآلي وطبعاً النادر الزمالك وبرضو بعض الأندية الدور ده محدش يقدر يقوم به إلا النادر الآلي لأنه شعبيته وجمهريته بعدين الألعاب ديت لازم يقبارها جماهير جماهير النادر الآلي هتلاقيها في الملاعب سواء في مصر أو بره مصر تبتشوف في الكويت وفي القطر وفي السعودية لما يبقى فيه ماتش بسكت ولا طايرة للنادر الآلي بص تلاقي الجماهير بتبقى مليا للمدرجات وتشجيع فوق العادة فطبعاً كل الأمور ديت بتخلي النادر الآلي دايماً حريص جداً إنه يصعد جماهيره في كل الألعاب وطبعاً خاصةً كرة القدم لأنها زمن حركة تفضلت لا تقلل أنت طبعاً أنا عارف أصدق أكيد لكن لنا فهمه وعارفه كويس قوي إنه الضور الوطني اللي النادر الآلي بيقوم به علشان يمد المنتخبات في كل الألعاب وشوفنا التكريم كل الفرق صحيح اتكرمت ليه علشان وغدين البطولات على مستوى المحلي والمستوى الأفريقي والمستوى العالمي أي أنت عندك ثلاث فرق كاس عالم السندي فطبعاً كل الأمور ديات النادر الآلي بيصرف منها ولا يعني لا يدخل جهد أنه هو يصرف ويصرف ببزخ علشان يساعد اسم بلده وأنه ترتفع من خلال الألعاب ديات من خلال رياضة والعالم المصري بيرتفع من خلال طبعاً الرياضات ديات في كل المحافل الدولية هل يلقى الأهل الدعم الكافي من وجهة نظرك عشان يقوم بالمهمة دي؟ يقولون مين اللي بيدعم يعني حتى ياريت يعني بفيه تدعيم حتى معناوي هو احنا مش عايزين غير تدعيم دعم معناوي يعني هو احنا ماعتقدش أنه الأهلي في أي لحظة باللحظات طلب أي دعم مدي مثلاً وأعتقد أنه الأهلي في ميزانيته هو الأكبر على مستوى القرارة الأفريقية كمان الوضع الطبيعي والكلام ده يعني أردو محدش يزعل من نينا يعني الوضع الطبيعي أنه مثلاً وزارة الشباب أو الاتحادات بيبقى عندها ميزانيات عشان تعد المنتخبات دي فإذا كان الندر قالي هو اللي بيقوم بالدور ده طب يعني لابد يبقى هناك تدعيم سواء من منشآت سواء من صرف اللعيمة دي لما تاخد مكفآت يبقى فيه مكفآت ليهم لما يبقى فيه مدربين أجانب أو الآخر ويبقى فيه مساهمة يقام الدكتور عمارة كان بيبقى فيه الكلام ده كان بيبقى النادي اللي فيه مدرب أجنبي كان بيبقى فيه دعم لمرتبه بالكامل فلابد يبقى فيه دعم معنوي ودعم مدي ودعم إنشائي كمان لأنك أنت بتصرف مبالغ طائلة جداً والمرضود بتاعها مرضود أدبي المرضود الأدبي مهم جداً بس برضو لابد مع المرضود الأدبي يبقى فيه مرضود مدي علشان أقدر واصل في عملية الصرف صحيح صحيح هاخدك لأولى أزمات كنت بقول في بداية الحلقة أنه أولى أزمات موسم لم يبدأ بعد أزمة مباراة سوبر إفريقيا اللي بتتعارض أو بيتعارض موعدها ومكان إقامتها مع أجندة منتخب مصر اللي عنده مباراتين مباراة رسمية مع إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا اللي بيقال عليها بين قصين تحصيل حاصل لأنه المنتخب حلاص ضمن التأهل ومبارات تونس الودية يوم 12 اللي هتتلعب في القاهرة واللي مفترض يعني الحط المعادين دول وحدد معهم معاد سوبر إفريقيا لأنه لعبة الأهلي تلعب في مصر يوم 12 وتسافر السعودية يوم 13 عشان تتمرن يوم 14 فتلعب يوم 15 مباراة السوبر الإفريقي ما بين وجهة نظر مارسل كولر ما بين وجهة نظر ويفيتوريا إزاي بتشوف القصة بتشوف القصة من مجلس الإدارة وكانت الخطيب بعد خطاب الخطاب فير جدا وعقل جدا أنا ضمنت التأهل والماتش الود وأنا عندي ماتش سوبر وقبل كده الناد الأهلي مش بين منه على حد ولكن الناد الأهلي لما راح كس عالم للأندية وكان رايح بدون عشر لعبين أسسين كانوا في مهمة وطنية بيلعبوا في أمم أفريقيا ومع ذلك الأهلي راح كس عالم أندية العالم كل بتفرج عليه وراح بدون اللاعبة راح بعشر لعبين وبيكمل بالنشئين الشباب أو الشباب فالعملاء دي هل دي بقى تتكرر مرة تانية مفروض بقى في الأوقات اللي زي دي الأمور دي مبقاش فيها يعني نوع من الجدال أو نوع من التراخ شوية هنا بقى في الوطنية بقى وفي الناس اللي هي فعلا بتحب بلدها وبتحب الناد الأهلي اللي بيمثلها على طول حاجة زي دي ماتش ودي مع تونس وماتش تحصيل حاصل مع أسيوبيا انقرار ده عند مين من وجهة نظرك كابتن عادي وبحكم خبرتك الكبيرة انقرار ده عند روي فيتوريا صفته المسؤولة أول على منتخب ولا عند المسؤولين على افتحاد الكورة عند حازم إمام لأنه قبل كده كان فيه ماتش في دور الاربعة وستين للزمالك وكان فيه لعبة الزمالك فحازم مع فيتوريا لأنه هل جايبوا يعني فطبعا إيه اللي حصل استبعد لعبة الزمالك في دور الاربعة وستين انت تلعب صوبر فأنا ما اعتقدش انه هم يعني الحجل للنذر أهلي طرابها كانت الخطيب طرابها من الاتحاد أو مجلس اللي طرابها لا فيه النهاردة اللي اقولتها سريبات يعني الكلام اللي طالع أو اللي وصل لنا انه روي فيتوريا متمسك بوجود لعبة الأهلي وعنده مبررات تبدو موضوعية انا يمكن كنت عايز اتكلم في الجزء ايه دي في مقدمة الحلقة بسفضت ان انا اتكلم فيها مع حضرتك انه الراجل بيقولك لا انا ما ببصش على الماتشين دول على انها مباريات رسمية ولا ودية مبارات تأهل ولا عدم تأهل انا ببص على الماتشين دول عايز احفز بيهم او بنتائجهم على تصنيف مصر في القرى الافريقية اللي يخدمني في ان انا روح بطولة امم افريقيا كتصنيف اول واحنا بنعمل قرعة المجموعات فانا محتاجة اكسب الماتشين دول بقى اي شكل من الاشكال عشان احفز على تصنيف مصر ضمن الخمسة الاوائل على مستوى القرى وبالتالي محتاج لعابة الاهل والله يشوف انا يعني هي علامة استفهام لانه اذا انا تحصيل الماتشي ده تحصيل حاصر بالنسباني ماتشي اسيوبيا بالنسبة لهم وبالنسبة لنا فماتشي تونسي معنش كابتن عادل لو النهاردة انا مدير او حيك مدير فني المنتخب مصر انا مقدر طبعا اهمية لعابة النادي الاهلي وخصوصا ان فيه لعابة يعني ممكن ما تلاقي لهاش من ناحية المستوى الفني ما تلاقي لهاش بديل لكن هو منتخب مصر ماقدرش يكسب اثيوبيا في القاهرة هنا وتونس في القاهرة هنا من غير لعابة الاهلي اولا انت عندك كم من محترفين وبعدين عندك شريف محمد شريف اي وعندك حمدي حمدي فتحي صحيح طيب وعندك في حراس المرمع ما فيش ايد ادنى مشكلة فاذا كانت التسريبات ديت الغرض منها اصارة او الغرض منها الضغط على النادي الاهلي انت بتضغط ليه على النادي الاهلي الضغط ده هل في مصلحتك يعني وبعدين انت تيجي بتطلب فلوس من النادي الاهلي علشان النادي الاهلي خد بطولة افريقيا طب انت قدمت ايه للنادي الاهلي علشان يعني طبعا هنتقول ان ده نسبة او مفروض الحاجة دي بيجيلك 200 الف دولار اعتقد او حاجة زي كده نتيجة المشاركة ده اتحاد الكورة المالية طلب عشان الاهلي خد بطولة افريقيا اللي هي جهزتها 4 مليون فالاتحاد المصري بيبقى ليه نسبة من او حصة يعني من الجهزة المالية دي دي معلومة اول ما ارى بعرف اه طلبين 200 الف دولار اه علشان خبوا الجواب فطبعا يعني لما حطوا الجواب في الدرج فطبعا ده يعني عملية مش مسهلة خبوا حاكي انه ده تأثيره على الجمهور خطير جد طبعا يعني الجمهور بيستقبل ده عملية شحن وعملية استفزاز وعملية ضغط على الناس بطريقة غير مقبولة يعني انت رايح تلعب بطولة سوبر بطولة السوبر دي بالنسبة لك اولا في السعودية وماتش مهم جدا وبعدين من ضمن الحاجات المهمة جدا هيبقى النادي الاهلي اول نادي في العالم ياخد 3 سوبر في سنة لا حصلتش في تاريخ العالم كله واخد 2 سوبر وده السوبر التالي زمالك وبرامدس تقصد الـ 2 سوبر اه هيبقى 3 سوبر انت اخد 3 سوبر فانت ده الماتش اللي جاي ده هيبقى السوبر التالي ثلاث سوبر وبعدين ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بإذن الله هيحصل بإذن الله فانت يعني فيتوريا يعني بلاش نكلم فيتوريا بقى نشوف حد يكلم اعضاء انا عايز اتكلم معك كرة كابتن عادل طبعا دي لقطات من تمرينة النهاردة دي اخر تمريننا للفرقة النهاردة في القاهرة من داخل ملعب تيتش وان شاء الله بإذن الله الفرقة بتستعد بكرة للسفر عشان تبدأ معسكرها في النمسا هتكلم على معسكر نمسا طبعا مع كابتن عادل بس بعد ما اشوف قصة السوبر لانه احنا يهمنا جدا تتويج الاهلي واعتقد كل القائمين على الكرة في مصري هموهم انه الاهلي لو قلت احاك مثلا في حرص المرمة مثلا يعني احمد شناوي وصبحي وجد معاهم مثلا عمر كمال عبدالواحد واحمد فتوح معاهم ممكن علي جبر باهر محمدي نص الملعب عندي مهند لاشين حمدي فتحي حمد ريدا بوبو احمد سيد زيزو عمر مرموش محمد صلاح مصطفى محمد محمد شريف الاسماء اللي انا قلتها الحقائق دي ما تشيلش اسمه منتخب مصر في المطشين بتوع اثيوبيا وطبعا لسه والقائمة تطول انا ممكن اقول اسماء تاني بس انا بقول يعني اللي جمع على بالي الوقت ما تشيلش منتخب مصر قدام اثيوبيا وتونس ما بقولك بقولك يعني هو في الاهل المستهدف دلوقتي انه هو حطينك في خانت ان انت بقى انت واخد بطولات كتيرة طب يعني كفاية بقى كده فانت بيحاول بقى يفرملك علشان زي ما فرملك السنتين اللي فاتوا عن طريق الفار وعن طريق الحكام وعن طريق القرارات وضغوط المباريات فبيحاول يفرملك بقى في الفترة اللي جاية ديت اولها يعني متش السوبر هون انا يعني التسريبات ديت ارجو انها ما تكونش تسريبات حقيقية او ما تكونش فيها مصدقية لانه الراجل هيبقى كده يعني هيبقى شكله امام الجماهير وخاصة جمهور النادى الالي وحتى المنصفين من جمهور النادى الزمالك اللي هم الناس اللي مش متعصبين هيقولك ازاي انت تسبتنا اللاعبة بتاعتنا في دول الاربعة وستين ده ماتش سوبر انت هنا بتسيب ليه وهنا بتتمسك ليه في ماتش تحصيل حاصل وماتش ودي فطبعا كل الكلام ده لالجمهور كله في مصر هيبقى راضي عنه ومصدقية الراجل دي هيبقى فيها عليها عليها علامة استفهام المصدقية بتاعته اي يبقى انت راجل جاي ده لو ما كانش حد بيحاول يلبسها الفيتوري يعني يعني ممكن القرار يكون طالع مسلا مسلا يعني ده السيناريو ورد لان انا ما عنديش الحقيقة الكاملة ممكن يبقى قرار قرارات تحاد بس الشمعة اللي بيعلاقوا عليها قرار اسم روي فيتوري شوف هو يعني طالما ما فيش حاجة رسمي هنبقى احنا مع ان الراجل مش هيبقى هيبقى عارف كويس قوي راجل يعني مفروض ان هو مدرب ومدرب يعني كبير عارف ان هو الجمهور لما يبقى مش في صفه دي حاجة مش كويسة لانك انت الجمهور ده اللي بي بيأزرك في الماتشات الدولية مش هتلاقيه لانك انت كده بتفقده وبتفقد المصدقية بتاعتك قدام الناس وحتى اتحاد الكورة اتحاد الكورة لو نفس القصة عملها قبل كده وبعدين بيحاول انه يمنعها دلوقتي اعتقد انها هتبقى المصدقية بتاعته هي اصلا عليها يعني علامات استفام فاذا كان الخبر كده يعني بيتصرب طب انا يعني اذا كان هناك حازم امام طب وفين بركات وفين خالد الدارندالي بركات مع المنتخب يقول لك انا ميش دعا منتخب اولمبي المنتخب الاول مسؤولية حازم امام هو عضو مجلس ادارة وخالد الدارندالي مفروض انه هناك لكن منتخب مصر الاول مش في نطق صلاحية بركات ولا يعني ولا في تواصل اعتقد بينه حتى بين في الاخر هو عضو مجلس ادارة وفي الاخر عضو مجلس ادارة شايف انه ممكن يكون لي دور اما ليه اما ليه والقرار بيتاخد ازاي بيتاخد مجلس ادارة لا هنا هنا اللي وصل لكابتن عادل انه مش قرارنا ده قرار فيتوري يعني يعني المعلومة اللي بتاديت تطلع او بتاديت تتسرب لانه انا برح وانا بقول البيان بتاع النادي الاهلي او تفاصيل الخطاب اللي ارسلو النادي الاهلي اتحاد الكرة قلت كده على الهوى صراحة قلت اكيد طبعا ما فيش شك ما عنديش شك انه مسؤولين في اتحاد الكرة هيوافقوا على انه ما فيش ما يمنع يعني ما فيش اي سبب منطقي يمنع الاهلي منه يحتفظ بالعب وهو رايح مباراة رسمية على مستوى القرى الافريقية بيلعب مباراة بطولة هي مباراة سوبر فما كانش عندي ادنى شك لكن الكلام اللي ابتدى يطلع النهاردة بتجدت احس لا ده فيه في الامور امور وواضح كده انه لا ده احنا احنا موافقين والله بس الخواجة هو اللي مش راضي روي فيتوريا هو اللي متمسك فممكن جدا تبقى الفكرة انه اتصرفوا مع فيتوريا قصة احنا كنا عايزين والله بس هنعمل ايه فيتوريا متمسك بوجود لعبة النادي الاهلي يعني زي ما انا قلت عشان انا مش عايز اكرر كلامي انه اعتقد انه المصداقية بتاعت المدير الفني ايه والمصداقية بتاعت اتحاد الكورة هو طبعا الاخ جمال علام طلع قال ان احنا ما عندناش مانع بس موافقة فيتوريا طيب فيتوريا مش هيوافق خلاص بقى شيل بقى الشيل لما دي شيلة كبيرة يعني يعني الحقيقة هيبقى فيه تصادم بينه وبين جماهير مصر كلها لان جماهير مصر كلها الناس اللي هم بيشجع الكورة علشان بيحبوا بلدهم عارفين ان الناد الالف المهمة وطنية وطنية صحيح كبيرة جدا صحيح انت رايح تلعب في السعودية السعودية وانت بتلاعب فريق جزائري هتلاقي الجمهور مفيش تذكرة هتبقى يعني مفيش كورس يبقى فاضي والجمهور ده بيشجع الناد الاهلي فانت يعني تخرج اللعبها من المعسكر اي ومن تركيزهم ومن الشغل بتاعك وبعدين تدرهمش الفترة اللي تخليهم يقدوا المباراة بكامل قوتهم وبكامل تركيزهم اعتقد انها هتبقى عملية قصية جدا ويا سلام بقى يعني يعني لو نسمع قريب ان الكلام ده كان تسريب نتمنى نتمنى على عموم يعني اعتقد ان احنا في انتظار بس الرد الرسمي والنهائي وكلام يمكن برضو واحدة معلومات انه في محاولة اللي يبقى فيه اجتماع يعقد بين مارسل كولر وروي فيتوريا في محاولة يعني تقريبه جهات النظر ونتمنى ان المحاولة تنجح لكن مش هيمنع ده لانه انا بشوف انه اصل المشكلة مش منتخب مصر والاهلي مش روي فيتوريا ومش مارسل كولر اصل المشكلة او السبب الحقيقي في المشكلة دي كابتن عادل هو اتحد الافريقي اللي موقفه او مش موقفه دي مواقف كتيرة جدا فيها اثبت انه حينما يتعلق الامر بالاندية المصرية او المنتخبات المصرية فهو دايما يعني صاحب مبدأ الكلب الميكيالين من اول البطولة اللي حاك كنت لسه بتتكلم عليها واللي ما قامش فيها اتحد الافريقي بطولة كاس العالم اللي رحنا لعبناها في نفس توقيت بطولة قمم افريقيا وكان الاتحاد الافريقي مليوش اي دور فيها في تحديد مواعيد البطولة ومرورا بماتش طبعا الشهير جدا مباراة النهائي دوري الابطال اللي اتحددت في المغرب بعد تأهل الوداد من جولة واحدة مرورا حتى بين نهائي الوداد مع الاهلي السند اللي احنا فيها البطولة ال11 او النجمة ال11 اللي كان مفترض انه لعيبة الاهلي بعد نهاية دوري الابطال تلحق ببعثة منتخب مصر وتحدد لمباراة مصر مع غينيا يوم 18 يعني بعد نهاية دوري ابطال بحوالي 3 يام 72 ساعة طبعا من حصن الحظ ان المباراة لعبت في المغرب والوداد هو اللي كان طرف مع النادي الاهلي فبالتالي ما كانش فيه مشكلة لكن سانداونز لو كانت أهل لمباراة النهائية كان يبقى فيه مشكلة حقيقية للعابة الاهلي والمنتخب مصر قصة الاتحاد الافريقي ايه من وجهة نظرك مواقفه اللي تتكرر بشكل كبير جدا وبتوضح بتعلن انه مش عايز اقول ان حياس ضد الاندي المصر لكن فيه تخبط حقيقية في اتحاد الافريقي وتحديد معاد 15 سبتمبر معاد غير يعني مناسب على الاطلاق عندك اجندة دولية وعندك ارتباطات رسمية للمنتخبات هذا شوف احنا المسؤولين عن الكرة في المغرب بيشوفوا ورا فرقيتهم ازاي وورا كل الفرق المغربية حتى في كاس العالم حتى في بطولة العالم للاندية الكرة القدم البنات شوفنا قد ايه الدعم اللي موجود من الاتحاد كل الاندية المغربية وراها دعم كامل جدا والموعيد اللي حركتها فضلت فيها ديت ما بتحصلش اللي مع الناد الاهلي ما بتحصلش مع الفرق كلها بتحصل معنا احنا بس وبعدين انك بتلعب ماتش من دور واحد وبعدين تبقى الناس مكسوفة وهي بتسلم على الكابتن اي الكادر طالع احساس طبعا طبيعي الكادر ده شو ممكن يتنسل الكادر ده مفروض ان احنا كل يوم نزيعه بصراحة يعني الراجل بتاع الفيفا والراجل بتاع الكاف الانفنتين ومتسف الانتنين يعني حاسين ان واحد عمل حاجة جريمة عمل جريمة فطبعا الكابتن ما بيقوله انت يعني نوت فير يعني كلام ده مفوش عدل وهم عارفين كويس اوي مفوش عدل طب ايه الضغوط اللي كانت عليكم بتخليكم تعملوا حاجة زي دي وبعدين الحاجة دي بتتكرر يبقى هناك يد يد ما احنا مش عارفينها ايه اللي بتعمله علشان الموعيد ديت انت بتلاقي بيتاخد معادي يوم 15 قبل كده كنت قلت هترحلها الاكتوبر وبعدين روح تراجع تاني 15 بتقال انها تتلعب فعلا يعني من ضمن الحاجات اللي معدوطها انها تتلعب قبل بطولة كاس العالم اه اللي قدمها كده وبعد كده قدموها اكتوبر وبعد كده قالك لا 15 سبتمبر وبعدين تعملها في 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 ماتشات مع المنتخب ماتشات المنتخب وبتلعب النادر ايه للصوبر في السعودية يعني انت يعني 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 لعبت النادر ايه للتروح فين طيب يعني انت عملتها مرة واثنين وثلاثة طب وبعدين يعني النهائي الشهير اللي اتعمل بتاع كازا بلانكا لقال لي بعد البطولة دي طلب وخاطب التعادل الافريقي في عدد من المطالب اعتقد انه تم الاستجابة منها حتى ولو بشكل جزئي فكرة انه طبيعة المنافسة في افريقيا مش زي اوروبا مينفعش نطبق نظام الاوروب يعنيها في افريقيا بعد المسافات البنية التحتية خطوط التيران تكلفة الاقامة الكلام ده كله جواز البطولات الافريقية واعتقد الاتحاد الافريقي استجاب ليها لكن فيما يتعلق باجندات وموعيد مباراة اعتقد هنا انه لازم يجب فيه تدخل امتحاد المصري مع امتحاد الافريقي ولا مصر فقدت قدرتها على التأثير في امتحاد الافريقي انا طول عمري بسمع انه مصر ليها كلمة مسموعة داخل امتحاد الافريقي هل ده اصبح واقع مش موجود في ايام معينة كان مصطفى كان وراد اعتقد كان من الناس اللي شغالة وشغالة باحترافية عالية جدا العملية دي انت تفضلت وقلت انه الكاف والموعيد اللي هي مش مظبوطة اللي تتحط واه والاخره طب و ايه رأيك ومفكر الجمهور الماتشات الماتش اللي كان في كازابلانكا الماتش التاع جوميز شوفنا جوميز عمالينة مع النادلالي وشوفنا لعبتنا عاشت الرعب اللي مدة يومين ما بتنامشي طيب البطولة التانية واللي احنا بفضل الله بفضل الله خدناه طبعا هو كان بيعطلك في البطولة الاولانية عشان ما تاخدهاش للمرة التالتة ايه فعمل كل حاجة الجواب الاستخابة والبهدلة الناس مش عارفة تخش الملعب واللعيبة تخش ما تنامشي يعني طول الليل وهكذا طب البطولة اللي بعدها ايه اللي حصل شوفنا ماتش الوداد اللي كان موجود هنا وشوفنا الحاكم عمل ايه طربتين جزاء وطرد ما تحسبوش حاكم الليبي طب وهناك الرجل الاسيوبي الحاكم الاسيوبي شوفنا عمل ايه لدرجة ان يعني حسين الشحات مسكو ومتردوش متردوش ليه الهجمة هتيجي جول هنا وبيوقف اللعب علشان فيه واحد يعني بيدعي الاصابة في نص المرعب التاني وبعدين كم من الاخطاء القاتلة عمر السلاي على التمنتاشر الراجل بيعني بيعني بيشيله كده زي المصارعة ما بيحسبهاش فاول فهو يجي لك من حس المواعيد والتنظيم ما نجحتش يوم جايلك من ناحية التحكيم بيحاول يكتفك بكل طرق علشان طب ايه المطلوب من المسؤولين عن اتحاد الكرة المصر يا كابتن عادل ما هو دي مهمتهم الاهلي مش هيقدر يواجه اتحاد الكرة الافريقي دي مهمة اتحاد الكرة المصري وانتنا بتتكلم على مش عايز بس اعمل مقارنات عشان ما ادايقش حد لكن في دول النهاردة بتقدر تحافظ على مصالحها واتدفع عن مصالحها في اتحاد الافريقي وتفرد اجندتها كمان على الاتحاد الافريقي بمنتهى الوضوح والقو من غير مسامي بيبقى ليهم طبعا بيبقى ليهم بيبقى ليهم ناس بتدافع عنهم فيه شك طبعا اي اتحاد جاي بدون انتخابات يعني لازم يبقى فيه انتخابات علشان اتحاد الكرة يبقى فيه جاي كده من الجدر من الناس اللي هي فعلا فعلا جاي علشان تخدم بلدها وتخدمها بصرف النظر عن لون الفانيلا وبالعكس بتوقف مع كل فانيلا مع كل فريق بيلعب في اي بطولة حتى في الدول المحلي مبقاش فيه نوع من انواع المجاملة او انواع يعني انت توقف قدام ربنا في يوم الايام كل واحد فينا هيحاصب انت ليه ما ديتش حق الناس حتى في الرياضة ده الرياضة مفروضة صحيح ما فيهاش المشاكل دي انا نكلم معك انا والله يعني كنت حابب نتكلم اكتر وكنتش تطاقع ان الازمة دي هتبقى يعني مبارح وانا بتكلم في الحلقة كنت تطاقع عن موضوع منتهي لكن واضح ان الموضوع بيكبر والازمة تكبر كل شوية عايز اتكلم معك شوية عن معسكر النمسا وعلى بداية السعادة الاهلي لمسم الجديد تعال نروح للتتش ونشوف زمينا كريم احمد يمكن تابعنا ونحن نتكلم مع كابتن عدل اللقطات من اخر تمرينة لنا في القاهرة النهاردة قبل صفر البعصة بكرة للنمسا نتعرف على اخر الاخبار من زميل كريم احمد موجود في الاهلي في الجزيرة يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك زميل العزيز احمد سمير وكل التحية لكابتن الكبير لكابتن عدل طايم كريم خلينا نتكلم على التمرينة الاخيرة النهاردة قبل استعداد البعصة ان شاء الله بعص نادي الاهلي السفر بكرة للنمسا لبداية المرحلة التانية من الاعداد عايز اعرف منك كمان موقف المصابين حقيقة صابت كابتن عمر السلية بالتمزق في الخلفية عرفت انه يمكن قبل هوا هيخدع النهاردة الفحص طبي تاني ملف المصابين عموما وحتى في ظل وجود برنامج تأهيل لهم هلا هيكونوا مع البعصة في النمسا ولا هيستمروا هنا في القاهرة لمتابعة برنامجهم العلاقي يعني نقدر نقول بقى مرحلة الجد الخاصة بيه الاعداد بدأت اليوم يعني هقول النهاردة ان كان فترتين فترة صباحية وفترة مسائية ويمكن دي أولى الفترات اللي يمكن بيأكد عليها ده البرنامج اللي هيكون خلال الفترة القادمة في النمسا الرجل يمكن كولر بلغ لعيب النادي الأهلي عقب انتهى تدريب بالأمس ان يكون فيه قياسات وفترة طبعا اختبار زي الكوبرتستو امور طبعا خاصة بيه الامور طبعا البدنية والتأهلية عشان كده كمان يمكن كان فيه غلق اعلامي لتدريب فريق النادي الأهلي صباحا لكن ساعة السادسة كالعادة طبعا يمكن مصر كولر اجتمع من العيب النادي الأهلي اكد على الممكن غدا ان شاء الله يكون هي الانطلاقة التركيز مهم جدا في معسكر فريق النادي الأهلي عايزين استفيد من كل دقيقة في المعسكر من تدريبات من تركيز من مباراة ودية امر مهم جدا عشان كده ان شاء الله بإذن الله بنتمنى وبنأمل ان يكون فيه استفادة كبيرة جدا جدا من العيب النادي الأهلي ايضا كمان من خلال المباراة الودية الله بإذن الله يكون معسكر مفيد لفريق النادي الأهلي تدريب يمكن حتى هذه اللحظة شغال لكن لو بتكلم طبعا على ملف المصابين نهاردة الحقيقة طمنا في البداية على ياسر إبراهيم شوف نبي شارك في التدريبات الجماعية بيعلن جهازيته ان شاء الله مع مرور الأيام وممكن بنقول في كل مرة عندنا منتسع من الوقت في النمسا يمكن لديه بعض الأمور الخاصة بالتأييل يبقى عنده وقت انه يقاهل ويستعين بميستر كولر سوافي المباراة الأولى أو المباراة الثانية خالد عبد الفتاح أيضا كمان مع إمام عشور بيواصله البرنامج التأيلي أكرم توفيه الحقيقة وكريم فؤاد بيأده أداء رائع جدا في تدريبات الكرة مدين طمأنينة بشكل كبير جدا يعني فيه طبعا خوف كبير جدا على الاشتراكات والالتحمات لكن الفترة دي الحمد لله لم يفهش أي نوع من أعوال الاشتراكات على قد ما يكون فيها بعض التدريبات والفقرات البدنية وفقرات متنوعة بكرة القدم عمر السلية الحقيقة ممكن نهاردة لم يشارك فيه التدريب كالعادة طبعا ممكن الإصابة لكن بأكد لك أن العمر يكون متواجد مع فريقة للنادي الأهلي في بعثة طبعا المتجهة غدا صباح الغد في تمام العشرة الصباح أنا تتوجع بعثة النادي الأهلي إلى النمسا يمكن غدا هيكون مفيش تدريب صفر مباشرة إلى النمسا كل اللعيبة الحقيقة اللي عندها بعض النواقص في التأهيل هتكون مع المعسكر لأن زي ما بنقول الوقت موجود الوقت متسع معنا وقت كبير جدا خلال هذا المعسكر لكن بطمنك الحمد لله البرنامج الطب الموضوع لكل المصابين ماشيين عليه بشكل طيب جدا ومميز جدا إن شاء الله بإذن الله زي ما بنقول تكون استفادة كبيرة جدا لفريقة النادي الأهلي في معسكر النمسا أشكرك شكرا جزيلا زي من العزيز كريم أحمد من ملعب مختار التتش دي كانت أخبار تمرينت النهاردة والبعثة إن شاء الله زي ما قال كريم بكرة عشر الصبح تتعجه لنمسا للمرحلة التانية من البرنامج المطلوب من مارسل كولر في بداية الموسم وشايف إزاي أهمية مرحلة التحضير والاستعداد وخصوصا لأول مرة من فترة طويلة جدا يكون فيه معسكر عدد خارجي لأول مرة من عشر سنين نمك ناخد فترة مش فاكر إمتى بصراحة من زمان من زمان من أيام جزيلا مفيش يعني كان جزيلا بيخلصوا وبعدين بيسافر وفيه خمس ست ماتشات يعني وطبع خدنا فترة راحة حوالي عشرين يوم مظبوط مفروض بيتبقى شهر هو الرجل اللي بيشتغل طبعا علمي جدا وطبعا النقل النادي وحتى الأجهزة اللي هو لأول مرة تخش في يعني في العالم العربي أو في الشرق الأوسط الأجهزة اللي طلبها نادي الآله جباله وأنا قلت مع حضرك قبل جدا الأجهزة دي جاية علشان المهارات الفردية من أول حراسة المرمى للمهاجمين للتسلل للمدافعين للمهاجمين كلها أجهزة حديثة والأول مرة بيشتغلوا عليها تقريبا في حياتهم فدي كلها هتبقى دفعة مهمة جدا الحاجة التانية القياسات اللي بتتعمل على أعلى مستوى من أول البصمة من أول التخزية من أول العمل النفسي من أول الجهاز الفني والتدعمات من محللين إلى جانب مدرب كان بيشتغل معاه وراجل خبراته عالية جدا كل الأمور ديت بيقابلها يعني نوع من أنواع الضغط على الراجل من خلال التسريبات اللي حركتها تفضلت بيها الراجل عايز يعيش حياها يعني عادية اللي هم بيعشوها في أوروبا الحقيقة لديها ما فيش مناغصات لمن اتحاد ولا من نادي ولا من أي حتة مش مدينه فرصة أنه يقعد مع اللعبته أسبوعين أي يعني أنت رايح النمسا عشر تيام ما أنتش عايز تخليه اللعيبة تبقى معاه عشر تيام دول أنت بقى لك يومين بتعمل قياسات ويدوبك اتمرنت النهاردة بعدين بتسفر بكرة وبعدين أنت عندك ماتش يودي يوم اتنين وأعتقد ماتش تاني يوم المماتشين يتلعبوا في الفترة المواصلة يوم أعتقد ماتش اتنين وماتش أظن خمسة أو ستة تقريبا تقريبا يعني فأنت بتخلي المدير الفني يبقى يقعد على عصابه يعني أنا عايز اللعبة تبقى قدام عناي علشان أنا بديهم ما الإخوة في اتحاد الكورة نتيجة أن أنا بحط الرجل المناسب يعني في المكان اللي غير مناسب أنا الرجل ده لازم الناس دي اللي بتشتغل في اتحاد الكورة اللي لازم تبقى فاهمة أن الرجل ده لما يبقى اللعبة معاه عارف يعني إيه وبيديهم إيه الأحمال اللي هو بياخدوها بياخدوها في الفترة دي في منتهى الأهمية لمنتخب مصر أن لعبة النادل آلي تبقى عاملة فترة أعداد جيدة هتفيدك أنت الماتشين اللي جايين دول اللي هم تحصيل حاصل النادل آلي لما يبقى عاملة فترة أعداد جيدة فترة أعداد ممتازة إيه اللي هيحصل هيفيدك بعد كده في كل الماتشات الرسمية القوية اللي أنت هتبقى محتاجها أنت كده بتضر نفسك وبتضر النادل آلي إن شاء الله مش هتضر النادل آلي يعني النادل آلي لما راح كس علم للأندية وهو ناقص أنا فاهم 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 ده بس أنا بكلم على حق مشروع الحق المشروع أنا سألت مبرح كابتن عادل برضو وده السؤال المهم لازم نتراحه يعني فلنفترض أنه فيتوريا وافق على في النهاية تحلت الأزمة اللي ملهاش الأزمة دي والراجل قال لك طب والله خلاص أنا هسيب لعيبة الأهلي اللي كنت هضمهم لمنتخب خلاص هسيبهم مع ندي الأهلي طب ما أنت عندك لعيبة تانية دولية فرق يعني أنت ممكن تروح تلعب مطش التحدي العاصمة ده من غير معلول من غير ديانج من غير كريستو من غير بيرسيتاو من غير ريدا سلي يعني مش دي كلها لعيبة دولية ممكن الأهلي يبقى داخل على مبارات بطولة لقب وكاس سوبر محروم من مشاركة اللعيبة دي اللي ممكن يكون واحد منهم عنصر مؤثر وحسن في لقاء مهم زي لقاء التحدي العاصمة وذال اللي قاله كابت الخطيب في الحفلة قال لداخل على موسم صعب جدا ومتوقع طبعا أن الموجة تبقى عالية جدا انت واخد خمس بطولات في سنة مين فرق عملها ريال مدريد عملها ولا برشلونة ولا المانسيتي عملها واخد خمس بطولات فالجاي صعب جدا صعب جدا ليه لأن هتاخد بقى من البداية يعني على طول موعيد هتخش على الدوري هتبصت ليه بيلعبك كل 48 ساعة متش هتلاقي تحكيم هتلاقي الفار هتلاقي الشركة أو الشركة الواخدة الحصري بتاع الدوري هي الحصري بتاع المنافس هي الواخدة الدعم أو اللي بيسموه إيه اللي بتضيق بيه الرعاية الرعاية يا أسف واخد الرعاية بتاعت نادي الزمالك وهي الواخدة الرعاية بتاعت الدوري حاجة غريبة جدا يعني يعني أنا برضو مش دخل دماغي ولا دخل دماغ أي حد يعني فطبعا هتبقى المنافس ليه مش دخل دماغي كابتن عادي يعني هتقول ايه بقى انت شايف بقى كل حاجة غلط كل حاجة غلط احنا بنمشي فيها يعني انت بتشوف أنا والله شفت في كاس العالم مش كل حاجة بتدخل الدماغي كابتن عادي أنا شفت في كاس العالم للبنات أو الأنسات التصوير التحكيم نفت نظري ما فيش غلطة بدور على غلطة الحكم حاجة الجسم الرشاقة الشخصية الحضور التعامل اللباقة الزوء الأدب في التعامل ما فيش غلطة وبعدين الفار احنا جبنا جبنا خبر جانبهو مرة كلاتن بيرج ومرة بيريرا وجبنا وجبنا الفار وزودنا البدلات الحكام في المطش 10 تلاف جنيه يعني زبطنا الدين نعمل ايه تاني اكتر من كده يا كابتن عادي انت اجابت كلاتن بيرج اول من الراجل اللي ابتدى يشتغل صح الراجل اللي هو عمله اتعامل في كاس العالم الحكم اتعامل في حاسة يعني حتى كاس العالم الرجال برضو الحاكم تروح للفار وبعدين تروح وقف على الخط بتقول لك للجبور كل ويسمع ان الفار بيقول ان ديب نالتي او ان ديب اوفصايد ده قمة الشفافية وقمة العدل انت انت جايب الراجل بيريرا وبعدين انت مين اللي جايبه ما اللي جايبه هو اللي جايب كلتن بيرجو ماشيا وبرضو اللي جايبه هو اللي جايبه هو كأن مصر وقفت على فرد هو اللي بيعمل كل حاجة في الكورة والفرد ده يعني لا يخجل ان هو يقول ان انا انتمائي لكذا انتمائك لبلدك اول انت مفروض انتمائي بقى البلدي انت ما انتش انتمائك لنادي انتمائك لبلدي ايه ايه اللي نفسك تشوف في بطولة هتبدأ مسم جديد كمان ايام شوف كل الحروب وكل المنغصات اللي اتعودنا عليها خلاص لانا كانت لما عامل زي الدكتور اللي بيشتغل في حي شعبي فبيجيله كل يوم مشاكل كتيرة جدا ايه المشاكل الكتيرة جدا دي بتخليه دكتور على اعلى مستوى لانه على طول بيجيلك حالات صعبة جدا في ممارسة في خبرات بتتراكم اهو كده النادي القالي كده بقى يروح كاس علم من غلة عيبة يروح يروح بطولة يلعب مدى ما تش يلعب ما تش واحد حكام طقم حكام على طول ضدك باستمرار الفار ما بيشوفش حتى المراجل اللي بيصور المخرج ما بيعيدش الالعاب اللي بتاعت النادي القالي يعني تحس انك انت يعني بتتحارب حرب شعواء ومع ذلك بفضل الله بفضل الله بفضل الله ثم بجهد الناس وبجهد وإخلاص وحب الناس ودعاء الناس ان النادي القالي دايما يبقى في المقدمة وشغل إدارة وشغل جهاز فني وشغل لعيبة ده اللي بيدفعك انك انت تتغلب على كل الصعاب ديت وبعدين بتاخد البطولات ديت من من فم الأسد زي ما بيقوله اي اتفضل عودة الجماهير للمدرجات تتوقع انه المطلب دايق استجابة ومن وجهة نظر حضرك هل القصة لها بعد اقتصادي بس يعني هل لما الأهلي يطلب فتح المدرجات للجمهور مرة تانية هو هدفه منها فكرة المده ولا نظره راحل عبعد من كده نظره عبعد يعني ده اولا ده نوع من انواع الاستقرار الامني في البلد انا لما لما كون انا مستثمر او سائح وافتح تلفزيون على الدوري المصري ولاقي الملعب كله مليان يحصل ايه على طول يجي لشعور اننا البلد دي بلد مستقرة وفيها امن وفيها امان وبدليل ان فيه سبعين تمانين الف قاعدين في المدرج مفيش غلطة ده بيديني انا كمستثمر سيبك بالكورة منتكلمش كورة بقى دلوقتي منتكلم كنوع من جذب السياحة يلاجانب حاجات كتيرة يبقى الدعم المادي اللي بيخش للنادي الدعم الفني اللعيبة بترتقي اللعيبة لما بتلعب قدام سبعين تمانين ألف ايه اللي بيحصل كل لعيب بيحاول ان هو يطلع اقصى ما عنده وافضل ما عنده فاللعبة بتتطور البلاد اللي حوالينا إذ كان عراق ولا هنا ولا هنا كلهم عندهم مشاكل ومع ذلك المدرجات كلها مليانة في السعودية ما فيه مشاكل ولا مع ذلك الجماهير انت بتفارج على الدور السعودي ما فيش كرسي فاضي فطبعا احنا بنا تماننا لان احنا طبعا عندنا امن والامان بفضل الله المدرج يرجع يبقى مليان ده هيبقى فيه نوع من انواع الفايدة للبلد كلها وصم الفايدة للرياضة وكلنا هنبقى عايشين في جو وفيه نوع من الاستقرار وبعدين كل المستوى ما فيش حد بينضر من اول الامن انا بتهالي بكل مشكلاته اتكلم عن الدور المصري بكل مشكلاته عودة الجماهير مرة تانية للمدرجات هتنقل المسابقة دي نقلة نوعية احنا شوفنا السعودية الدورة بتاعها واصل لفين واعتقد انا قبل من خش على الهواء يعني قريت ان محمد صلاح اعتقد بخلصه معا حق جدا او قاله في القناة الرسمية عندهم يبقى مع الاسف مع الندم بصراح يعني طبعا هو صاحب قراره محدش يقدر يجبره على حاجة بس يعني يعني هو صلاح صنع باسمه اسطورة كبيرة جدا كنت اتمنى انا شخصيا يعني اتمنى انه يفضل في ليفر بول لكن الانباء بتقول انه الكفة النهاردة بتميل في صلاح اتحاد جدا وانه ممكن يكون ماتشو النهاردة بالمناسبة ليفر بول خسران دلوقتي واحد سفر ممكن ماتشو النهاردة مع نيو كاسل يكون مباراة صلاح الاخيرة مع ليفر بول احتمالي يعني لانه عارضين كانوا عارضين مبلغ على طول حطوا الضعف بتاعه اخر حاجة وصلتلي 300 مليون 120 ليفر بول 180 صلاح في موسمين وده اعلى رقم في تاريخ اي لاعب في العالم وهم طبعا يعني بكلم صلاح انه عارضة 31 سنة مش ممكن ابدا انا بكلم ناحية ليفر بول صلاح مش ممكن ابدا يجيله عارض اكبر من ده طبعا سنه دلوقت وهلا ليفر بول هيجيله عارض انا بكلم على ليفر بول يعني ليفر بول لو فكر يبيع صلاح في اي يوم الايام مش ممكن يجيله رقم قريب من الرقم ده فبالتالي ممكن ده يكون عامل حسمة في الصفقة وخصوصا انه في كلام انه صلاح كمان ابدا موافقة يعني عايزين نغير بس شوية ان الدور الصعود شوفناه وصل لفين كل الجمه العالم بلعبوا فيه شفت الملاعب عاملة ازاي شفت الجماهير التصوير الام الحكام تحس انه هو تفوق على الدور الاوروبي يعني كل حاجة جميلة موجودة الجماهير كل حاجة المدربين على اعلى مستوى تصوير على اعلى مستوى مع وجود الاسماء دي يقدر الدول المصري نفس اصلي فيه نسبة قارن يعني وان كانت المقارنة لا تجوز في النهاية وانا قلت تجربة السعودية ما تقدرش تحكم عليها لا السنة دي ولا السنة اللي بعدها اتمنى انها تنجح يعني ما اتمنى لهمش ابدا ان هما ما ينجحوش اتمنى ان هما ينجحوا طبعا دي نقلة للكرة العربية بشكل كبير لكن هل تجوز المقارنة من وجهة نصر دقا طبعا لأسباب لأسباب اولا هناك دوري دوري عندية جماهيرية يعني مبارح مثلا الهلال بيلعب الفتح الجمهور متوزع ما بين الفتح والهلال اي المصر والتحات هتلاقي المدرج كله مليان جمهور من هنا ومن هنا الاتفاق والشباب الجمهور مال المدرجات احنا عندنا اربع اندية او الخمس اندية جماهيرية والبقى شركات نقارن ازاي العملية ما هيش عطيفة احنا بنحب بلدنا اوي ونحب بلدنا زي ما هي مذكورة في القرآن خمس من الولايات دعني احط السؤال بشكل مختلف نقدر ننافس دولي زي الدول السعودي حتى معوجود الاسماء دي لا لسه عايز عايز اولا من من امبارح مش من بكرة من امبارح نبقى اخذين قرارات فيه اتحاد قوي فيه ايه قرارات قوية وقلت قبل كده معاك وقلت في اماكن اخرى النادي المؤسسي البنك او شركة او او الاخره بياخد نادي جماهيري ويشتري ويقوم بالدور يعني يحصل عملات اندماج اي ويبتدي يشتغل انا انا شركة او بنك اخد مثلا نادي جماهيري اخد طنطة اخد اصوان اخد دمنهور اخد المنصورة اي اخد دمنهور اخد الاندية الشعبية المينيا المينيا كان في الدور المنتظر على طول طبعا وطلع نجوم كتير لبتاخل مصر انا بدل ما يبقى دوري جماهيري اي ما ينفعش الكرة تعملت مش عشان مدرجات بفضية الكرة تعملت علشان الشعوب تستمتع بدل ما تروح تقعد على القهوة ولا بتروح بتاقض زوجتك وولادك فراجوا بيشجعوا فرقتهم كسبانين الخسرانين بنشجعهم لان احنا بنحبهم ونحب بلدنا وانتماءنا اولا واخيرا لبلدنا ثم بشج انتمائي بعد كده بيبقى للنادي بتاعي مزبوط فاذا ما كانش عند انتماء لبلدي هيبقى عند انتماء للنادي ازاي لايبد اني بقى لي انتماء لبلد الاول ثم انتمائي بعد كده بينزل لدرجة ان انا ببقى انتماء للنادي فطبعا كل الامور ديت العاطفة اه طبعا احنا عايزين بقى الدورة بتاعنا يبقى احسن دورة في العالم لكن هل احنا بابددأنا تعبنا عشان نعمل الحاجة دي هم بيتعبوا وقول لك احمد انا اشتغلت في السعودية في السبعينات واشتغلت برضو جزء في التمانينات مع نادي الاتفاق في السبعينات كان مع المتخب السعودي كان عندنا الملعب كان رمل من النادي الهلال واشتبايا بالنصر لعندهم الملعب الجامدة دي قوي كان الملعب رملة ثم بعد سنتين عملوا ملعب نجيلة كنا بنتمرن بالجدول دورة دورة دا يعني مفيش مفيش بانية تحتية يعني انت يوم السبب ترتمر الساعة ثلاثة البعض دي الساعة خمسة بعد ساعة سبعة والان دي اللي موجودين في الرياض كل ملعب ترتيا تبدله على الملعب واحد ما نسمه ملعب الملاز سنة 88 لقيت كل نادي كل نادي في المملكة عنده عشرين لعبة كلها رعاية الشباب بدي ينهالوا على المفتاح بما فيها الاستراحة المطعم الملعب الكورة وما اكتفاش بكده بدي لك ملعب كورة مضاء والاستاد وكل حاجة يجي مثلا في الطايف اللي نادر قال استاد بقى خاص للا تشات جدة الرياض استاد كامل للمتشات الى جانب انه عمل لك بقى استراحة عمل لك المسجد عمل لك المطعم حمامات السباحة التنس كل الالعاب مديها لك مكيفة بس انا بتهايليها كابتر عادل احنا على مستوى البنية التحتية في مصر بقى فيه تفرة ما احنا برضو لما نقرر ملعبنا النهاردة بالسبعينات والثمانية عندنا ماذا عنيشة ماذا عنيشة دوري في ملعب جمهورية شبين ده ملعب يعني ما كانش ممكن ابدا يصلح لموارسة كورة القدم فلما اجي قرن الملعب بتاعة مصر في السبعينات والثمانيات برضو بملعبنا النهاردة لا فيه ده فيه نقلة نوعية حصلت عندنا في الطفرة شمالة جمهورية شبين لا انا فكر ملعب والسويس والسويس ملعب جمهورية شبين ملعب شبين انا كنت مساكم ما اعرف بس انتفكر ملعب جمهورية شبين كان عامل ازاي الاستاد بتاعهم الاستاد بتاعهم طبعا في وجود السادة المستشار عادل حسين كان محافظ راجل اهلاء وعضو في المادر الاهلي احنا كسبنا الزمالك كان مع كابتن جوهري في الماتش ده الماتش ده ادى الدوري للاهلي يعني جمهورية شبين ده كان المحافظ انا فاكر جمهورية شبين على ملعبه كان كان كتفرقة صعبة جد اه اصاب شعبان كان هداف الدوري عندنا اللي انا اصده انت بتتفرج على دوري الاسباني بتلاقي نادي درجة ثالثة مش ببالغ والله الاستاد بتاعه استاد زي ريال مدريد وزي برشلونة شوف كده الدوري في الدرجة التالتة وفي الدرجة التانية عندية درجة تانية ودرجة تالتة الامكانيات بتاعتهم عالية جدا انا عايز كل الاندي احنا اخر مشكلاتنا كابتن عادل المراعب يعني انا بشتهالي انه لما تيجي تحط في ترتيب الاولويات الحاجات اللي محتاجة تشخيص ودواء عاجل رشد تتعلاج بسرعة انا ممكن اتكلمك في مليون حاج اولهم عودة الجماعية تانيهم ممكن يكون التحكيم ومعه الفار تالتهم ممكن يكون اجندة المسابقات وموعيد وجدول المباراة يعني عندنا قبل ما نتكلم في البنية التحتية لستة مشاكل ممكن جدا السنادي اللي قالها حلو شوف يا احمد النادي اللي بعتني المانيا مع فرق وبعتني الواح دي كذا مرة للمانيا انت بتروح قرية القرية دي الفندق وبعدين تبص من الفندق تلاقي ثمن ملاعب مفتحين على بعض للناس متخططين وبالشبك للقرية شوف انت الناس دول احنا كنا سابقنهم بقى دي الاسبانيا اللي انا بقولك ناني درجة وناني درجة وعنده الامكانية دي احنا الاسبان مش كنا الف سنة في اسبانيا وفي الاندلس احنا اللي علمنا الناس دي فانا بنقول كلمة حق اللي عايز يزعل يزعل انما انا مفروض ان انا نادي الزمالك يبقى ليه استاد الاهل يليه استاد وان شاء الله الاهل هيبقى ليه استاد كل الاندية يبقى ليها استاد محترم احنا ما نقلش عن الناس دي لو لا القوات المصلحة والاستادات اللي هي عاملها انت ما عندكش بينا تحتي انت عندك الاستاد عندك استاد اسكندرية وايه تاني واستاد القاهرة وايه تاني برج العرب طيب هل فيه اندية عندها استادات مفيش كل نادي لازم يقاليه استاد وده آلف به علشان تعمل كورة وبعدين عندك اراضي يعني هقولك ايه اراضي كتيرة جدا اعمل المل لو انت عايز تاخد قرارات خلي الشباب يلعب كورة قدم لانا كانت البرازيل يعقولك صروتها معظمها من لعبة الكورة اللي هم بيصدروها للعالم كله فانا من ضمن القرارات اللي انت قلتها ومن حاجات الجميلة اللي انت قلتها مفروض بقى الحاجات اللي ازاي دي ان انا علشان الولد يلعب كورة لازم فيه ملعب وملعب محترم وبعدين اعمل قوانين للاشبال قوانين للاكاديميات الاكاديمية ما تبقاش اكاديميات منظمة وبتاخد المهارات اللي انت هديك بتشوف برشلونة بيلعب وولد عنده مستاشر سنة من اكاديمية طبعا مستاشر سنة من اكاديمية عنده فالاكاديميات برضو يبقى فيها نوعه هنا ترفيه وهنا يبقى فيه اكاديمية للمواهب العالية اللي انا بوصلها ان الولد مستاشر سنة يلعب مع برشلونة سنة هقولك حاجة كابتن عادل يعني الواقع اللي انت حاج بتحكيه ده يعني انا متفخ معاهاته اماما وفيه جزء كبير جدا انا عشته يعني يعني متحكيليش شفته بس حتى في ظل الامكانات الضعيفة دي وده بقى رهاني يعني يعني انه في يوم القائم يجي حد يمسك المنظومة او يدير المنظومة دي بشكل مختلف مع كامل احترامي وتأديري لكل الاسماء اللي تولت المسؤولية منهم ناس نجحت منهم ناس اخفقت منهم ناس اكتهدت منهم ناس جت تبحث عن مصالح خاصة لكن انا مؤمن تماما انه في كل الظروف الصعبة دي الارض دي والمواهب اللي موجود عليها كتير جدا في ظل ضعف الامكانيات اللي انت كنت لسا بتحكيلي عليه والمهام الشقة اللي الناس بتعيشها على مستوى الاسرة وعلى مستوى المواهبة اللي ممكن يبقى يبقى عندها منفذ انها تقدم نفسها طول عمر مصر والله وطول عمر مصر يعني مش الاشقاء في السعودان النهاردة عندهم رونالدو وعندهم بن زيمة وعندهم هجيبوا ابو صلاح وكانت وفابيني وفرميني وجاب لنا كوكب من كل حتى على الكوكب لكن انا مشوفتش يعني لعب سعودي النجح مثلا في اوروبا زي اي قصة نجاح لعب مصري كان زيدان ولا كان صلاح ولا كان هاني رمزي ولا كان حسام غالي وغيرهم وكتير ولا احمد حسام ميدو حتى كلاعب يعني برضو قصة نجاح ما شوفتش لعيبة كبيرة ظهرت زي محمود الخطيب وزي حسن شحاتة وزي تريكا وزي وليد صلاح الدي يعني اوصد اقول انه اللي قماشة نفسها موجودة اسم محتاج اللي يوفر لها البيئة والمناخ اللي تقدر او افضل تاخد الكرة وتطلع لقبام افضل اتنين لعيبة في تاريخ العالم جايين من اين ارجنتين ارجنتين اه مارادونا ومسي وحط بليه برضو عشان بيتالع ليه اسطورة نقصد ان اتنين من بلد واحد من بلد واحد وبعدين برضو في العصر الحديث بتاعنا مارادونا ومسي لحد النهاردة مسي بيلعب الاتنين جايين الارجنتين بلد فقيرة صحيح ما عندهاش امكانيات المانيا ولا عنده امكانيات فرنسا ولا ولا اغ فكلامك سليم مليون في المية محتاج على الشغل على المدى القصير ان انا يبقى فيه ايجابيات حاجات معينة نعملها منها مثلا التحكيم الملاعب الشركات اللي بتاخد عندها شعبية اتحاد كورة جاي قوي بيخدم جاي يخدم بلده مش جاي يخدم محد معين الاستادات تبتدي كل نادي في المحافظة المحافظة يدي دعم علشان يبني استاد لكل نادي ما ليش هكابتن عادل برضو حك اكتر مني خبرة واكتر مني انغماسا في المنظوم كل الاسماء اللي تولت رئاسة اتحاد الكورة المصري من ساعة ما بتايت افهم يعني ايه كورة وحب كورة وتابع مطشط كورة كل الاسماء اللي جات كلهم بيشتغلوا بنفس المنظوم تحس انه هي وجوه واسماء بتتغير لكن طريقة العمل الفكر الرؤية التخطيط تحديد الاهداف كله شبه بعضه من ايام كابتن جوهري في كاس عالم 90 لغاية اللحظة اللي حاك قعد معايا فيها دلوقتي انا ما حستش انه في فترة من الفترات حصلت طفرة على مستوى الادارة والتخطيط في كورة القدم في مصر هي كانت مرة واحدة لما رحنا كاس عالم 90 اه اظن كان كان فيه اتحاد كورة وقدر كابتن جوهري لعب اظن 30 ماتش دولي قبل ما نروح كاس العالم مش فاكر كان مين اللي كان اظن برضو حاجة مش فاكر مين اللي كان في المسؤولية ساعتها بصراحة مش متذكر انما زي ما انت بتقول فعلا من سنة 90 هو بتلاقي انا بقى قاتل بقى قاتل عشان اجي اعود على الكورسي ده ليه يعني انا هموت نفس عشان اجي اعود على الكورسي ده انت جاي الكورسي ده مفروض ان هو تطوعي يعني انا جاي ما فيش اي استفادة منه وبالتالي يبقى جاي عن طريق هو في كورسي ما فيش استفادة منه جابت العادل انا ما عنديش منع من ان يبقى فيه استفادة سفيد واستفيد يعني ربنا خلق ربنا خلق الحلال والحرام اي اذا انت عايز الحرام اهلا وصهلا اذا انا الكورسي بتاعي انا جاي علشان افيد بلدي انا ليه شغلي اشتغل ليه شغلي ولكن في الاوقات المعينة وبعدين انا ما بشتغلش عضو مجلس الادارة ده بيحط سياسة بيجيب ناس تنفذ انا كعضو اتحاد كورة مش انا اللي بشرف وانا اللي بعمل انت ازاي تبقى او انت لتحسب نفسك يعني محمد بركات ناسك المتخم للنمبي اي طب هو لحسب نفسه لما المتخم للنمبي يفشل ازاي تيجي ازاي دي انا مش فهمها والله عز افهمها يعني هو يرد علي او اي حد بيتولى الحتة ديت انا مفروض ان انا بعمل زي الناجر قال الناجر قال بيعمل ايه مجلس الادارة بينفذ ولا بيجيب ناس تنفذ بيجيب ناس تنفذ ناس نقطخطيط لجنة شركة كورة لجنة تعاقدات قطاع ناشئين قطاع النشاط الرياضي انت مفروض كمجلس ادارة اتحاد كورة انا بجيب شخصيات كبيرة الشخصيات الكبيرة ديت ليها وزنها بتفكر يعني ايه وطنية ويعني ايه مصر واسمه مصر دايما في المقدمة وبعدين بجيب ناس فنيين يديره وكابتن جورة في فترة لما جه ومسك اعتقد فترة كده اتحارب حرب رهيبة جدا لحد مستقال الله يرحمه مش الله يرحمه ومين اللي كان بيحربه يعني اثنين من ولاده او كان واحد من ولاده فانا يعني زي ما انت عايب تقول ما ينفعش ابدا اننا كعضو مجلس ادارة ابقى مدير مدير ازاي لا تبهي العملية بتتحكوا على الناس انت بتتحك على الناس ليه كده ما نتتحكش على الناس لان الناس بتشوف اقربة فيها ايه في حاجة اسمها مدير رياضي في الاتحاد فين المدير الرياضي اللي في الاتحاد مفيش وحتى لما كان فيها كابتن عادل هو يعني احنا بس مش عايزة ارجع لمسلسلات بقى يعني وفينجادة مثلا لما كان مدير فني الاتحاد ايه ولا عمل حاجة ولا عمل حاجة عايزة ارجع عايزة ارجع تاني بس قبل ما ارجع للمسلم بما ان احنا جابنا سيدة سعودية رأيك ايه مع ولا ضد وشايف ايه طبعا وقرار صلاح في النهاية لكن انت احساسك ايه لو صلاح انتقل فعلا لاتحاد جدة او رأيك ايه في القصة دي شوف العاطفة بقول العاطفة والحب البلدي ان محمد صلاحي كامل ليفر بول طبعا انما العقل العقل بيقول لا العقل بيقول لا هيروح في النادي الاتحاد نادي كبير وبعدين وصل 29 سنة اعتقد محمد 31 31 اه الرقم اللي هو بفضل الله هيجيله هيبقى خير لبلدنا خير لبلده لمصر كلها صحبا خير لأهله وبلده تنتهي شعبية ليفر بول في مصر الناس كان بتشجع ليفر بول حتى ان قتل صلاح هتشوف محمد صلاح في الاتحاد في الاتحاد صحيح الناس دول بيخبردوا بيخططوا هتبصت لقى العالم كله بتفرج لو الاهلي وجهت تحاد جدة شايف التحاد جدة وممكن يبقى مواجه للأهلي في كاس العالم بتكلم على نقلة في هو طبعا بطل الدولي السعودي عنده نجوم كبار حتى من من قبل الصفقات المدوية اللي عملها بتكلم على انجولو كانت كريب بن زيمة فابيني ولو حصل طبعا ابو صلاح شايف ازاي مواجهة بين الاهلي واتحاد جدة لو تقابلوا في كاس العالم قبل ماتش ريال مدريد كنت مع كابتن اسلام وكان معنا محمد حشيش فبقوليني ايه رأيك كان ليلة الماتش هاي فانا بقول ان اهلي الاهلي بكرا ان شاء الله مع ريال مدريد انا متوقع ان هو هيقدي اداء رائع جدا هم فمحمد سعيدة قال لي كابتن عايزيني بقى وقعيين يعني كابتن حشيش اه عايزيني بقى وقعيين الكرة ما فيهاش ما فيهاش حتة او الحياة عموما اذا انا اذا انا بقى ادي عمل وبقى اتقنه ومتواضع ربنا يا دين احنا في الماتش ده الشوط الاولاني انتهي مضيع تلات اربع انفراضات عسيني الشحات وشرق ومحمد شريفة والاخر وبعدين الشوط التاني اتنين واحد وكرة الافشعة في السيكسيار ده كان الماتشي بقى تعادل تبتع بريال مادريد كان فيه ميل كل العباقة وكل النهو منيش الجونيور بقى وردريجو ده رد على سؤالك ده رد على سؤالك تحاد هتلاقي الاهلي وبيلعب الاتحاد في السعودية الجمهور كله اهلي صحيح صحيح ان شاء الله خلينا نقول دلوقتي خبر يعني حصري انه الاهلي يوافق على اعارة اللاعب احمد خندوسي الى سيراميكا كليوباترا لمدة عامة قفل ملف احمد خندوسي واحد من المواهب الحقيقة ليه يمكن يعني ما خدش المساحة الكافية انه يعبر عن امكانياته في الموسم الاخير نتمنى ان شاء الله التوفيق لي ويرجع الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون يعني في احسن مستواته وده يمكن يكون فتح باب المهاجم رأيك في الخندوسي وقصة اعارة السيراميكا على كابتن عادل انا الراجل ده عاجبني جدا تفكيره بصراحة الراجل ده من افضل المدربين كولر اه كولر من افضل المدربين جنوبة في تاريخ النادي كلهم عظام بس الراجل ده في فترة وليلة جدا قدر ان هو يعرف طبيعة اللعب المصري وبيشتغل علمي 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 افضل اقول علمي كده تحتها مليون خط وده اكتر حاجة عجبك فيه لان العلم ربنا امر بالعلم يعني يعني العلم لو في الصين تروح للصين صحيح علشان تتعلم صحيح فالراجل بيشتغل علمي من يوم ما نزل في الارض اللي استاد تيتش بيشتغل علمي وبعدين راجل محبوب والناس بتخشاه صحيح دي معادلة صعبة اتمنى له التوفيق ان شاء الله وعرض قندوسي ممكن تكون التمهيد لإعلان عن اسم وصفقة المهاجم من بكرة ان شاء الله انتابع معكم معسكر النمسا لحظة بلحظة بشكر نجمينا الكبير كابتن كبير عادل طايم على وجوده معنا النهاردة بشكركم على المتابعة بكرة حلقة جديدة من السلسة تحياتي لكم